مجموعة حل المعادلة سن تربيع تساوي 2 ناقص مقياس سن سن تربيع تساوي 2 ناقص سن ده لما سن اقتر من او تساوي 0 سن تربيع تساوي 2 زايد سن لما السن اقل من السفر انت اخر بالك لما غيرنا اشارة غيرنا اشارة السن خدناها مرة زي ما هي ومرة بالمجاب لان هي اللي عليها مطلق فقط تعال نحل تبع الشروط هنساوي السؤال بالصفر سن تربيع زايد سن ناقص 2 بتساوي 0 و نحل تحل سن في سن الواحد في اتنين الاخير السالب الكبير ياخد المنتصف و الثاني عقصه بتساوي 0 و منها السن بتساوي 1 و منها السن بتساوي سالب اتنين تعال للمسألة الثانية سن تربيع ناقص سن ناقص 2 بتساوي 0 هنحل تبقى السن في سن الاتنين دي الواحد في اتنين الاخير سالب الكبير ياخد المنتصف والتاني عكسه ومنها السين بسالب واحد ومنها السين باتنين تعايا باش مهندس نشوف كل واحدة طبع الشرط دي شرطها كان سين اكبر من او تساوي الصفر ودي اقل من الصفر الواحد اكتر من الصفر ايوه السالب اتنين اكتر من الصفر لا السالب واحد اقل من الصفر ايوه الاتنين اقل من الصفر لا يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي واحد وسلب واحد. ده اللي هو الاختيار الف. السؤال التاني. اذا كانت دلت سين بتساوي جزر سين تربيع زائد مقياس سين. فان مجموعة حل دلت سين لما تساوي اثنين بكمل. خط الدلة ساوتها باثنين زي ما هو قال. مش ما شيل الجزر بقصة اثنين. يبقى هنا مقياس سين زائد مقياس سين بيساوي اثنين. اثنين من مقياس سين كمتوا باثنين. يبقى مقياس سين كمتوا باثنين على اثنين فهل واحد. نعد تعريفه. يبقى السين بتساوي موجب او سالب واحد. اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعد كده. اذا كانت دلت سين بتساوي سين ناقص اثنين زائد اربعة. فان مجموعة حل دلت سين زائد اثنين لما تساوي تلاتة. جينا يا استاذ قلنا له خلاص احنا هنبدل السين ونحط مكانها سين زائد اتنين يبقى دلت سين زائد اتنين بتساوي مطلق سين زائد اتنين ناقص اتنين زائد اربعة قال اني سويها بالتلاتة ماشي يبقى مطلق سين لما جيت جمعت دول هعدل الاربعة بقشرة مخالفة بتساوي سلب واحد يبقى مجموعة الحل هنا فايل لان ما فيش مطلق يطلع بالسالب السؤال اللي بعده بيقول لو كانت دلت سين بتساوي مطلق سين ناقص اتنين زائد اربعة عايزين دلت سين زائد اتنين لما بتساوي ستة قلنا له نفس الطريقة هنشيل سين زائد اتنين ونحطها مكان السين تمام بقى دلت سين زائد اتنين بتساوي مطلق سين زائد اتنين ناقص اتنين زائد اربعة اتنين ناقص اتنين راحت بقيت مطلق سين زائد اربعة بتساوي الستة اللي هو قال عليها بس خلاص مطلق سين بتساوي يعني عدل الاربعة بأشارة مخالفة يبقى هنا اتنين يبقى السين بتساوي اتنين والسين بتساوي سالب اتنين هي دي مجموعة الحل يبقى ناتج المجموعة اتنين وسالب اتنين جزر اربعة سين تربيع نقص اتناشر سين زائد تسعة مش قلنا بنحلل ده بناخد جزر الاول ونص معامل التاني لازم تفيقي القص تربيع تتأكد ان هو اللي جوا بتساوي خمسة كنا بنشلق السين اتنين بالجزر يبقى النتيجة هنا اتنين سين ناقص ثلاثة جوا مطلق بتساوي خمسة ونبدأ نتعامل مع دي نجيب قيمة سين سين لما تكون اكتر من او تساوي ثلاثة عاتنين وسين لما تكون اقل من ثلاثة عاتنين جبناها منين خدنا اللي جوا ده سوانا بالصفر حل يا بش مهندس اتنين سين ناقص ثلاثة بتساوي خمسة اتنين سين بتساوي تمانية سين بتساوي اربعة طب هنا اتنين سين ناقص ثلاثة بتساوي سالب خمسة اتنين سين بتساوي سالب اتنين سين بتساوي سالب واحد يبقى مجموعة الحل سلب واحد واربعة أين مما يأتي لا ينتمي لمجموعة حل المعادلة دي بينا قلنا لي أستاذ بمنتهى البساطة هناخد كل عدد نعوض به واللي هيديني تلاتة ينتمي واللي مش هيديني تلاتة ده لا ينتمي لما خدنا سلب اتنين عوضنا به بقى هنا صفر زائد مطلق سلب تلاتة مش ده بيساوي تلاتة يبقى دي بتنتمي تعخذ الصفر صفر زائد اتنين باتنين اتنين زائد سلب واحد جوه مطلق ده بواحد اتنين واحد تلاتة ينتمي تعال اخد السلب تلاتة هنا بقى سلب واحد زائد سلب اربعة ده تطلع بموجب خمسة وهنا تلاتة يبقى هو ده اللي ما بينتميش لمجموعة الحل يبقى اللي مش موجود في مجموعة الحل هو جيد مجال الده لا ده اللي تسين بتساوي اتنين على مقياس نقص اتنين قلنا له يا أستاذ دي ده اللي قسرية المجال حفر اصفر المقام خدنا المقام سونا بالصفر جبنا منه قيمة سين مطلق سين باتنين يعني السين بتساوي مجب او سلب اتنين والمجال حفر اصفر المقام اللي هو حفر اتنين وسلب اتنين هنا قلنا له يا أستاذ ناخد المجال حفر اصفر المقام جينا نجيب اصفر المقام لقينا مطلق سين اصاده سلب تلاتة ينفع لأ ده ده مرفوض قال يبقى مجموعة الحل هنا حفر افاي يعني حف يعني اللي هو الاختيار الف السؤال اللي بعده بيقولي اذا كان مجال الده لها ده اللي تساوي سين مطلق سين زائد الف مجالها هو حفر المجموعة سلب اتنين واثنين قلنا له يا أستاذ هو حضرتك المطلق ده بيساوي سفر لما احنا حطينا السين في المطلق دي باتنين ومره بسلب اتنين لو حطناها باتنين يبقى اتنين زائد الف بصفر يبقى الالف بسلب اتنين ولو قلنا حطناها بسلب اتنين هتطلع بردو باتنين نعديها تبقى بسلب اتنين يبقى هو الاختيار بقى هو الصحيح السؤال عشرينة اتتل lleva دلت سين في سين زا سين على مطلق سين من حيث نوعها قلنا له بنشيل السين ونحط سلب سين دلت سلب سين يبقى سالب سين في زا سلب سين على مطلق سلب سين سلب سين دي قصى فردي فضلت سلب سين زا سلب سين ده دي سالب في السلب اللي بره بموجب زا سلب سين يا شباب دي بسالب زا سين على سين الده اللي طلعت نفس الأصل تبقى دي زوجية العبارة الخطأ فيه ما يلي العبارة الخطأ يا أستاذ هي جيم طب ليه جيم؟ عشان المفروض مطلق سين زائد صاد يكون أقل من أو يساوي مطلق سين زائد مطلق صاد إذا كان ألف أكتر من الصفر بالموجة وبه أقل من الصفر فإن أي مما يأتي يكون دائما سالم قلتوله يا أستاذ ده موجب وده بالسالم لو أنا خدت للباق مطلق هيكون موجب يعني أنت حطتها جوه مطلق هنا هكون موجب وحطتها جوه مطلق هنا هكون موجب وحطتها جوه مطلق هنا هكون موجب يبقى ده الوحيد اللي هيكون سالم نتقابل إن شاء الله مع باقي حل التمارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة